السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين. اليوم سوف نرى صفحة 106 من كتاب باركور فرنسي مستوى الأولى إعدادي. وصلنا إلى السؤال الرقم الربعة. نجاوبة الأسئلة لذلك النص اللي شفناه. دوك جوج فرنسيين اللي مشاوا لواحد مطعم في مدينة طوليدو بإسبانيا. وما كانوا شك يعرفوا إسبانيا ووقعوا في مشكلة المحرج لانما كانوا مش هين يأكلوا البفتك. وما عارفوا ش يقولوا النادي القرصون ديال الرئيس تورامي. ما عارفوا ش يشرحوا له. جابوا ورسموا لواحد تصور وعطاوه رقم جوج. ومش يجاب لهم جوج تذاكر ديال الحضور ديال المسابقة ديال التيران. وما بغني يأكلوه. مش يتفرجوا فيه. هذا هو الموقف المحرج اللي وقالوا. نكملوا ونجاوبوا على الأسئلة. رابع عن شنو قال. قال. جو ديجاج الأفخاز. نستخرج الجملة. كي رانكون ديال التصرفات ديال المصمم. يعني تفسر. تصرفات ديال المصمم. يعني تفسر. تصرفات أو الأفعال ديال. ديال الرصام. يعني ذلك الشخص اللي يرسم ديال الصورة ديال التور. قبل. على آه. لان ديال الوياجور إدان واحد من هادوك المسافرين. سايه ان مرسو ديال النصر. أخد قطعتاً من الورق. اددسينا ورسما ثوراً. ان البوف. انسخيوي وقد خلا فيه كatterب فيه. كلمة كتب فيه جوج. ارمي لبيئ. كتاب فيه جوج. نحن الزبج نحن بمجرد ناكلو هاد البوف تاك. ارمي لبيئ او غارصن. ورجع ديال الورق. اارسون ديال الرسطوران. كي سوريون سيلوانيا أو سيتو المباشرة وهو يبتسم بتاع هذا مباشرة من هذوك الجوج يعني مش يجيب لهم الغارات ديالهم بحل لهم يسخروا ويقطع لهم جوجتيكية ديال السباق للخيل يعني رب زع ما عدا يقل سيشو شاية كله هو يمشي يجيب لهم دوك جوجتي ذاكر ديال الخيل ويجي خامسا هنا شفنا هاد بعدا شفنا الافخاز وشفنات الأفعال لليدار هذوك الوياجه أنا جوجي شوزي الشيما كي نختار الشيما يعني بحال تقول رسم بياني أو مخطط الشيما كي يكون في حال مخطط او بحال تقول رسم بياني كيف سر لنا الايقاع ما هو الريتم الايقاع ديال الأفعال ما هو الايقاع ما تقصد بالايقاع كي نقصد به مثلا مثلا كتكون مولف تدير شي خدمة مثلا في شي حاجة مولفها كتديرها بواحد الايقاع سريع دغية كتحزي سريع ترسمها مثلا شو واحد كي يرسم لوحة شو واحد ما كعرف شو يرسم كي يرسم كي يرسم كي يرسم كي يرسم كي يشرط كي يدوس يعني الايقاع ديالها سريع كي نقصد سرعة في التحرك ديال الاحداث فهمت؟ مثلا دابانا امنع ان قولك شي واحد دق علي في الباب نط تحليت الباب دخلته اعطيته شرب كتلاحظوا شن الايقاع ديالها وما بيناتهم شتدقيق ضخليتي الباب في عشرة ثواني دخلته اعطيته شرب عشرة ثواني اذا ايقاع سريع كي مثلا قلت لك دخلت المدراسة درنا الدرس ديال الرياضيات من مورا هدرنا الدرس ديال الفرنسية من مورا خرجنا الاستراحة من مورا رجعت للدار اذا اشحل الوقت ما بين باش دخلت للمدراسة او درتي درس 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 قليلا عا تكون مساعة في الدرس ثم باش دخل الاستراحة خسك ساعة باش ترجع للدار خسك ساعتين فهمت؟ اذا كينا اخذ الوقت طويل ما بين الحادث والحادث ولكن هذي تقليدها حياتا فى الباب نط حليت له اعطيت نشرب اذا انها بيناتهم شعرة ثواني في كل حادث اذا الايقاع السريع بحال هذه او الايقاع سرطات شرطات 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 ولكن هذه معاطل بيناتهم وهذه معاطل بزاف ما بين الحادث والحادث واضح? في الحلقة تقول انا تفرجت في واحد الفيلم من اللي كملت ان من اللي كملت نط غديت اذا ما بين الفيلم والغدار اذا جو سوايا فى الفيلم بتهمت؟ إذن هذا هو الرسم الإيقاع الذي يشبهه الأحداث ثم يجب أن يستخدمه من قليل على حساب وقالنا لأنه لماذا أخترت هذا ولم أخترت هذا إذن الأحداث هنا كيف يبانون؟ كيف يبانون؟ في الرسم الإيقاع المعتد لا يستخدم بثائف لأنه عندما يشد ورقة وبدأ يرسم التعرق يجب أن يرسم الوقت ومثلا يرسم فتانيا لا يجب أن يرسم بعد خمسة دقائق ومن بعد يجب أن أعطيهم الورقة ومن بعد أعطيكم الورقة ويقلب لهم وإن يجب أن يدخل تداكن في مرحلة 5 أو 10 دقائق لا شيء بالسدع في البلاثة وما يرسم على 10 أو 5 دقائق ويجب أن يفعل نفس الوقت لأنهم يريد أن يحصل على وقت كثير لكن يرسم حسابة 5 دقائق ويجب أن يرسم هي ما هي نصر الوسطانية عملاء الثانية يالتدام البناء إما يرسم القبيل ما هي القلمة في النص التي تكون مرة هي كلمة طغو طغو. لماذا؟ انه بوف هو اللي يرسم له لهم. هو نرسم لهم بوف طور ولكن ما في الأخير قالت اي كونه كورس دو طغو. واحد اتصبع ديال التيران هم رأعندهم معنى بوف ط transitioned. طوغو طول. سابعان جيبا ترسيز لا غريض الوصول لكي يدطلوا فرنساء الفرنسيين. ما هو السبب الذي يجعلون جوج فرنسيين يرسمون؟ لماذا يرسمون؟ لأن حيارة لغة لا يعرفونه يقولون لهم يريدون أن يرسمونه لأنهم يريدون أن يرسمونه لهم هنا الجواب لا يرسمون لهم لا يعرفون أنهم يعبرون إلى الرغبة لهم لأن المنم يكتب بالإسبانية لا يفهمون لذلك لا يرسمونه أو يدعون الإشارات ويخطرون الفكرة الرسم ولكن لا يسلقونهم هنا أقرأ نص بقراءة معبرة يريدون أن يرسمون صفحة 105 ثم لدينا نجول الوصف نقرأ نصف التصور الريتمة في رقم يعني الإيقاع الإيقاع السريع الإيقاع معتدل الإيقاع طويل معدد حدث أخر أحد فرزة إنه يجب الشيخ أحد خسرين لاحظ واحد منهم يشدك ترايفة أورق يجب الشيخ أدخل يشد الملط يرسم يجب أن يرسم يتم تقرأ للمطفل قليلا وحدة أو ثلاثة دقائق يجب أن يسكر يجب أن يقرأ بشفرة 2 أو يكتب فيه رقم جوج أو يردها لذلك لا يوجد الوقت بيناتهم كثيرا أن يكتب رقم جوج أو رجح الورقة يعني هذا الشيء كامل لديه خمسة دقائق لذلك لا يوجد محل لقلت أن أتفرج الفيلم أو تغذيت أو تخرجت لعب في الكرة لذلك كل حدث فيه وقت كبير هذا كل شيء يمكن أن يكتب في خمسة دقائق إذن كيف يمكن أن يكتب رقم جوج أرسم من بعد كتب فيها رقم جوج من بعد كتب رقم جوج وإنسكير من الكتب ومعرفة من الورقة إذن كيف يمكن أن يكون لديهم خمسة دقائق إذن هذا هو الإقاع السريع للإحداث هنا أتدرب في التدرب لأن أجل أجل على الأسئلة وإذا أردت إلى السئلة لماذا الفرنسيين يتجعون إلى الرسم؟ لماذا الفرنسيين يتجعون إلى الرسم؟ ما الذي يتفعون أنهم يتجعون؟ السبب أن يتجعون الرسم أولئاً المضفقة يتجعون لأنهم يتجعون إلى الرسم لأنهم يتجعون إلى الرسم يجب أضغط أسلعك هم zać ذلك المثال التي تبرز فرنسيين يحدث فرنسيين لا يكونوا المغادرة فياستراني لا تتدار خالف إسفني الآخر ist يمكن أن يسرعها يبدوا مرحبا لا يظهر بسيطانيين يبدوا ذكر كيف يقول له الصغاذ الهزبانين ويستطيع أن يساولون طويلة وتفاق المعارفة الذين يقومون وندخلون ونحنوا تفاق الغدى لكيفية لماذا ذكر السيد الذي يساول أنه يكيب في ترجمة المنزي قليلاً من الغد وقتها لأنه لذلك الندائل ليس نداعباً 30 دقيقة دوزان دو مينوت قبل ما ينجح تعطل لأنه لا يجب لهم الورقة لأنه لا يجب لهم الورقة لأنه لا يجب لهم الجرق للتدكيرات للدخول والسباق والتيران لأنهم يدخلوا السباق والتيران هنا السؤال الثاني ماذا قالت هذا تكس كيف يبدو أن هذا النصيب لك ممتعا أو مضحكا تجب لتجب لكم ما يجب لكم ويجب لكم هم مضحكا أو موضحك هذا التكس يعتبر حتى يبدو حيث لأنه كان هناك مالأملاً لأنه كان يحدث في الأساسية وأنه يحدث في الأساسية ثم يوجد الأساسية الثاني أخير لقد أتكلم إلى الأستثمار أولاً أخذت بدأت الأشياء يتمن Santa Porcion هنا داخل الصور التالي السور التالي في الأج� twisting الأطفال يمكن كي داخل الصور الشجراء الثالثة الحراوي وفي سورة الرابعة يجرب الاطلال هذا العداء يجري. إذن كيف نقوله الأنفان يقومون برميناة في السورة الأولى الأنفان يقومون برميناة التامدة ثم سورة الثلاثة الأنفان الرجل السحراوي يقوم برميناة في السورة الرابعة هناك ثلاثة كور وهذه السبحانية. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة